الآن البكائيين اليوم 15 ألف في غزة ما تستاهل فلسطين 15 ألف في غزة والعشرين ألف نسيته الجزائر من 1830 احتلال فرنسا إلى 1962 عشر مليون تقول يما يستاهل كم يستاهل أنت برأيك إذا بتحسب حسابات الوطن وبالكالكاليتر بتتعب لكن الأوطان ما تسقل ما عندك استعداده هذا أنا سميه دائما تزاحم وصرع ثقافة الشرف العلف الشرف والعلف الشرف يقول لك ما المشكلة فدان للوطن ما هي مني المهم في النهاية أني أنتصر وقسب كرامتي ووطني أما العلف يحسبها بالكالكالكاليتر يحليلهم 15 ألف ماتوا حرام 14 ألف بيت هذا كالكالكاليتر لأن هذا جنس فكر بالعلف بطنة إنما الشرف لا بالنسبة لها ثمن وغالي هذا وهذا موجود عندنا كثير في الخليجة فئتين فئة الشرف وفئة العلف الأغلب الأغلب بالأسف شديد العلف واجد منهم أنا أقول لهم إذا أنت اليوم شوف خذلت غزة بالله وكأنه يشوفها بالعلم ستخذل بلدك بكرة بالله وطنك ما رح تقف معه لأنه ما عندك معيار للشرف اللي عنده معيار للشرف اللي يرضى لنفسه يرضى للآخرين واللي ما يرضى لنفسه ما يرضى للآخرين هنا تحس أن هذا الإنسان سوي لا أمثني أما إذا تعتبرني والله الوطن فندق ما عجبني غير غيرها هذاك حاجة ثانية برأيك عنده هنا الفرق يا محمد ما بين الوطني والمواطن المواطن إنسان بداخل وطن والوطني إنسان بداخله وطن ماما دخل وطن